نسلم ايديكي صحتين وهنا باريش حبيبتي يلا جاربي هالفستان تعرفي الاسبوع الجاية عندنا عرس انا بتوتر امي بس اسمعك كلمة عرس شو عم تقولي وشو هادا يالي بدي قلي بسوك لو بحط جرابات باريش على راسي بكون قهوة من هادا الفستان امي اذا بدك اليوم مننزل ع السوق منشتري بانطلون دايق وقميس قبطو قصيرة شو رأيك؟ والله هيك احسن وعندي يعن اذا بدك بلبسن ها؟ بدي شوفن عليكي الاميس ولا الفستان؟ بدي شوف الفستان بجربة وبيجي بدي شوف؟ بدي شوف يا حرام شو عم بيصير معا؟ امشي امشي نحنا تأخرنا شو بدنا بالعالم يا يلا امشي بنتي انتي منيحة انتبهي على حالك ما شاء الله عنك انا قاعدة تحت بس تلبسين زيليوفرجيني لا تنغري كتير قدامه للظيف راح تجربيه للفستان يلا حبيبتي انا ناطرتك يلا موفئين موفيا يا براك ممكن تجربيلي الفستان وين مسدسي وين حطيتو ليك باريش انا اساصا كتير مزعوجة لعدة تزيدي علي ماشي مو انتي قلتلي طلب اي شي اي وهي ليكني عم اطلب ممكن تجربيلي هالفستان لك بدي اسرخ هلا ولم كل الناس علي عم تسمع باريش بتجعلكك مثل الانينة هي تماما انه تخرب وشك وانفكت مفهوم ايه كتير حلو بس نفذي الطلب يلي قلتلك عليك لك لسه شو عم يقول وعدتيني انه ما طرفتي فورا ماشي ماشي ما رح ارفض ما رح ارفض انا قامت ما بدي بقول لا وقامت ما بدي بقول ايه عم تسمعني ولا لا سيد باريش ماشي مات اي ما رح اقول لا حدا كأنه انت حضرتك ما فهمت علي انا عقلي مهون ولا بالمدرسة ولا باي شي عقلي عند علي وبس ايه بعرف تعرفش غليه بعريش عالي من النظر الاولى بيعرف شو في جواتي وانا بشو عم حس انا ما عم بقدر خبي عنه شي ما بقدر خبي ابدا برأيي عم تتدايق يا عالفاضي يمكن كانت مسحة وبياخة مو اكتر رح تزعليني بعد لك بعرف انا وعدتك بس هلأ ما فيني بنوم غير مرة عن جد غير مرة لا هلأ الوقت المناسب وقل لا ما رح يضل بعقلك ولا شي ابدا لهيك يلا اسرعي تحركي اف لك انا شو بدي اعمل فيك قللي طيب اطلع مش هنجرب هاد الفستان رح اطلع انا طالع خبريني بس اتخلصي رحكون تحت ناطري ام ام شو طالع مكتب الضووص فيني فوت؟ تفضل يا عيني واو منيح خليتك تلبسيه شو قللي تمام هيك؟ يعني نحنا متعدلين؟ ايه نحنا متعدلين صرت مديون لقلك وبيدي قلك شي بس رح اطعزك يعني اذا بدك تقول متل افلام الكرتون ما تقول طالعه متلون انت ليش ما بتوقف هاي العقلية اللي عندك وقفها وانا بخلص منك وانت بتخلص مني بقى يعني انا هلأ ما بصير اميرة الا وقتلبس الكندرة الزجاجية لحتى تصير اميرة واعجبك ما هيك؟ شوفي ايا بالبس بوط او شحاطة باريش ابني فيك تجي شوي طيب وهلأ انا رح روح وارجع بعد شوي ايه نسيت علوشي يا الله عصفوري سامحني نسيت قلك عن جد لاني كنت كتير مجغولة وراها عم بالي يا عمري روئي روئي لك شوي تمام شو قال عمو تامر هاي خبر كتير حلو التغد قصة انتاليا هيك بظن ايه يا عصفورة بعدي الكاميرا عن وشك شوي لا برأيي احسن اني ولو قالك هيك احسن عن لوشي بعدي يا وبلا غلازة طيب ماشي بس ليك عن جد ما تضغط علي كتير ببكي وما بتحمل هاد اللبس بالمرة شو لا بقلي ايه لا بقلك بس انتي ما بتحبي هيك شي تماما انا ما بحبه بالمرة بس هاي امي عم تضغط علي وخلتني تجرب ليا يعني انا درست التاريخ كل هاي السنين بس بعمري ما شفت هيك حصار فهمت انت شو عملت منيح اللي خليتك تلبسي بتير لعب قليل مع مين عم تحكي شو عم تحمل علي 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 واذا ما اقتنع عم تامي يعني مو معقولة ما يقتنعو اذا صارو هو عن جد ما اقتنع نحن وقتا رح نضطر نرجع بالباس ايه بالضبط يا اخي بس مع هيك مشكلة ها مندبر حالنا بشي شغلة لا تقلق هادا بمر من قدام بيتكن سينان يا الله ليك وراح لك ليش ما وقفتو سينان ايه بعرف ما لينا السينان خلصنا بقى سينان هاد الباس بمر من شارع كون شو بدك يا يعني مر من صالون بيتكن مثلا ليك اذا بتضل هيك بدي قطر اكفه الرلاكس نانك ها خلصنا بقى لمرة واحدة ما تضغطوا علي ايه اذا بتريدو شو عم تصير معو ها شو مشكلتك ما بعرف ما عم اصهمك هاليومين شو عم تعمل ليش اطلعت به هاد الباس لك لوين رايح سينان لوين رايح سينان لك وين رايحة بده يتركنا لحالنا هون يعني لوين هو يروح بالضبط استنى استنى هلا افهمت رايح لعند ابوك انه في مشكلة ايوا الوضع معقد لكان هلا افهمت ايه ماشي لكان خلينا ناخد تاكسي شو عم نستنى احنا انا معي مصاري يلا يا براك فاضي اشي علي ايه فاضي بحال ليش ايدك عم تنزف هيك؟ ما في شي وقعتوا انا طالع لعندك تعال عود يلا تعال تعال عود تعال ما في داعي ورشيني هلا هيك عم تجعك شي لازم شدة اكتر شوي منيح منيح انت منيح؟ منيح خلص تمام انا منيح مشي الحال بس بدي اسألك سؤال بسيط اذا بيمسكني هون عم تامر يلا حكيلي قبل ما يمسكك بورا اسألني كان كل شي اسهل يا براك وخاصة وقت كنا صغار هلا الحياة صار اصعابة كتير حابة بكون جنبك وقت كنا صغار كنا نحنا الخمسة نامجم بعضنا بتتذكر وبصراحة يا عمري كمان حتى لو صار عمري ثمانين سنة رح ظني نامجم كن وما حدا فيه يدخل اذا حبيتي بشي يوم رح يدخل انا ما رح حبي حياتي لا رح تحبي مستحيل رح تحبي واذا مو هلأ بالجامعة اكيد انت رح تحبي ممكن تحبي اي شاب تشوفيه بالمكتبة او ممكن طالع من شي قاها او مثلا بالكافية اللي بتروحي عليها كل يوم يطلعلك مثلا الشاب بيطلب متل قهوتك عرفتي شلون ما بعرف ايمتا بس رح توقعي بالحق لانه انا مستحيل حب اي حدا يفرقني عنكم بالمرة تعال لهم هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يا براك بسبب أبوكي آه أنا خليني روح قبل ما يجي عمه بشوفك بشوفك بكرا انتبه على حالك يعني هذا الوضع هو رح يدرسك بالبيت عنكم كيف يعني؟ هيك أقنعه لعمه تامر أيوم نشوف شو بدي يصير لك هان قوكهان ما تطلع هيك بتعرفني مين أنا ما ساندريلا اللي ما بتنازل لحدها روبانزي اللي قصت شعراتها أنا بأربع عشر شباط بقطع حبيبي بوزع على الفقرة تمام عم يتقرب منك ما ايه أخي بحجة التدريس بدي يقضي طبقه سينان شو هلحكي ايمتا شفتني بتنازل لهيك حجة جلة خلصني يقول مثلاً اللقاء الرماسية اللي بيصير بالأفلام بتكون ماشي بإيديها كتب أوب وفجأة بتضرب فيه وبيقعوا الكتب عالأرض بتلتقي بعيونه الحلوة لك انت وين عيونك؟ عساس انت كتير بتشوفي يعني؟ روح من هون ولا تخليني بلاش فيك ها؟ والله إنك مجنونة روحي من هون أو شغلة تانية بتعرف انت بالأفلام وقت بتسحب كتابة من المكتبة بالفراغ بتلاقي ابتسامتي اللي بتدخل عالقلب هذا كله كذب وشغلة الثالثة الكلاسيكية وقت تكون نوترة تاكسي وبيركب شخص تاني معي ووقتها بتتخانقوا إنه التاكسي لمين بتكون وبتعاندوا بطريقة لطيفة وما حدا بينزل بس التاكسي وقفت إلي ممكن تنزلي؟ لا أنا قشرطله ووقف لأي مستعجل كتير ممكن تنزلي؟ انت الوحيدة اللي مستعجل ونحنا كبعا مستعجلين الزالم التاكسي عم قللك أنا قشرطله قبل ووقف لألي يلا روح خلص أنا آسف بعتذر منك أنا يالي غلطان مو أنت زال لا شوف اي خلص طولي بالك ووح لسا معلقات الشخص اللي بداي عمدني وضل معي بالتاكسي يعني يا عصافيري أنا ما بتصير معي وفيه كمان وقت تتخربط الشناتي بالمطار وهون بحاولي وصلك تتطور الأحداث هادو اللي بصير بالأفلام بس معي أنا ألو ألو نحنا مو خربطنا بالشناتي اي تخربطت شناتينا سوا بالمطار ايلي وينك وشو لازم أعمل هلأ أنا طلعت على تيابك وشفتهم لأيت إنه زوئي نفس زوئك بالضبط ونفس القياس بالتياب والبواط كمان أنا عندي فكرة شو رايك إنه خلي شنتيتك معي كيف يعني؟ يعني عمقول إنه شنتيتي صارت حلال لإلك لك يا ابني أنا شو بدي بيأحزيتك اللي طالع ريحتها؟ خليهم لإلك لعما شو غلوس موط الأسانسير صارت قديمة كتير يعني وقت يلتقوا الإيدين على زر الطابق نفسه وشي بيعلق ومدري شو من هاي القصص البايخة يا أخ شو هاد؟ شو أنت حضرتك أكل بني أعدم؟ مو معقول هاد الحكي يعني ألو أنت عم إحكي معاك يعني إذا لحالك بتطالع روايح بشعة مو معقول أنفي داب داب من هاي روايح البشعة تبعيتك مو معقول شو هالبشعة عدنا يا؟ إن شاء الله ما يطلع حدا بعدي يا رب يا الله دخيلك يا رب يا رب ما حدا يطلع بعدي يا رب يطلع واحد ما عنده أنف يا رب يا رب يا رب يطلع واحد ما عنده أنف يا ربي ما يكون عنده أنف وما يشمشي بالمرة يا ربي ما يكون عنده أنف يا رب يا رب يا رب ما يشمشي يا رب ليه 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 لو سمحت لو سمحت ما تفكر بهاي الطريقة البشعة أنا ما عملت هيك شي بالمرة والله مو أنا بالأصل كان في واحد قبل يصدقني يا سيد مو أنا اللي عملت هذا الشي عم قللك مو أنا اللي عملته والله العظيم مو أنا اللي عملته وكان في واحد قبل هو اللي ساوع والله هاي الشغلات ما بتهمني ولا بتمشي معي خليه يا ما تمشي ودروس باريش الخاصة مستحيل تمشي معي وهلأ خلونا نرجع لها النظرات للوضع الطبيعي أبي مصر كتير إنه أنا أعمل هاد الشي بعدين ما تقلقوا أنتوا ما رح تصير شي بالمرة ما تكوني كتير واثقة ما أحق تمام باريش وقف معنا ولحق علي على المستشفى بس أنت أنت بصراحة عم تعطيه وش زيادة عن اللزوم لها الطوالان خلينا نقول إنه أنت عم تعطيه وش تمام أنت متأكدة؟ نسيت بصراحة كيف لعب علينا قبل التحدي والمغفر ومدري شو لك يا شباب اسمعوني أنا عبيت الدنيا دموع لأني بدي أفترق عنكن ونزل وزني حتى والله ما عد أكلك شي بالمرة أنا شو بدي فيه هاد يا شو بدي فيه؟ وأصلاً أبي بيقضي أكتر أيام الأسبوع بأنطاليا بس يكون موجود بيجي لما يكون موجود؟ أي بس يكون موجود يعني هو رح يعمل حاله عم يعطيني درس قدامه تمثيل مو أكتر يعني أنت كمان عم تعملي شغلات غريبة هالفترة وهذا كمان بعالم تاني وأنت عايش لي بعالم الغموض كمان خير شو صاير لأيدا؟ يا أخي قلتلك أني وقعت خلص ما في شي شكلكون أنت وقعتوا سوا خير إن شاء الله؟ علي؟ خانقنا شوي طيب ماشي هو يوقف معنا بس عم يتقرى بحجة الدرس شو الموضوع علي؟ ما عم تعجبني الشغلات يا اللي عم يحكيي أبداً نحنا كل يوم عم نشوف بعض وأحياناً بنحكي لكم دقيقة كمان في شغلات ما بنقدر نحكي فيها يا علي شي ما بقدر قوله أنت بتكون ابني؟ ابني لصغير صاحب الغمازات؟ يعني مثلاً مثل شو؟ أنسي بعدين بخبرك عصفوري؟ أنت ليش تعرك الفريق يا عصفوري؟ وأنت كمان مو هون باريش ما فينا نخفف هاي نظرات الحادة شوي؟ ليش تحكت؟ الآن سأيلة كمان قالت نفس الجملة آآ شبك توترتي؟ لا أبداً مبارح شفت فيلم ولهلأ متأسرة فيه شوياني بس مو أكتر طيب يلا حكي لي يا ماشي في بنت تقريباً بعمرنا وهي عندها أم وكتير مبسوطين وحياتهم كتير حلوة كمان وفجأة بتجي مرة وبتدق عليهم الباب متقلة للبنت أنا أمك الحقيقية يا بنتي بتتدمر البنت وبتزعل كتير أهلا هيك أنا تضيقت شوي علي مو أكتر الفيلم كتير بشعمه هيك أه بشع يمكن كنت اتدمرت وما قدرت اتحمل يعني الحمد الله أنه فيلم وكله تمثيل يلا 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 ورجيني هلا أغمع ذاتك شغلي هالموسيقى الرايقة علي كنت مبارح بدك تقلي شغلي ولأنه نفسيتي تعباني أنت مقلت وكانت إيدك عم تنزف مشان هيك ما قدرت أنا وياك نحكي مع بعضنا بقلك بعدين بتقلي بعدين؟ قديش يعني بعدين ما أنا فترة طبيلة يعني أصيرة كتير ما كتير َّهَهَهَهَهَ dáَهَهَ Sem رح أستنى وأنا على نار إيدك منيحة اليوم؟ ألي منيحة مافي subscribe ولئي همي